السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف أنتم وكيف أصبحتم؟ أتمنى دائما أن تكونوا بصحة وعافية حستنا الاجتماعيات الدرس الرابع النظافة الآن استمع إلى قصة نشمية استيقظت نشمية يوم الأحد مبكرا وذهبت إلى المطبخ ففتحت الثلاجة وأخرجت منها قطعة جبن بيضاء ووضعت في صحن حبات زيتون أسود وتناولت رغيفا وبدأت تتناول فطورها فنظرت إليها أمها وقالت لها يا نشمية هل غسلت يديك ووجهك قبل البدء بتناول الفطور؟ فقالت نشمية لا يا أمي نسيت أن أغسلهما سأغسلهما الآن فقالت أم نشمية يا نشمية يا نشمية ديننا الإسلامي الحنيف يحثنا على النظافة والاهتمام بمظهرنا فقالت لها نشمية آسفة يا أمي سأغسل يدي ووجهي بالماء والصابون باستمرار هل استمعتم جيدا إلى القصة؟ يوم الأحد يا أول استيقظت نشمية من النوم وذهبت مباشرة إلى المطبخ فتحت باب الثلاجة وأخرجت منها فطور كان الفطور عبارة عن جبن أبيض وحبات زيتون أسود ورغيف من الخبز بدأت نشمية تتناول فطورها قبل ما تغسل إيديها ووجهها فأمها زألتها نشمية أنت غسلت إيديك قبل ما تتناول الفطور؟ ردت عليها نشمية لا أنه أنا ما غسلت إيدي نسيت أغسلهم فقامت نشمية وغسلت إيديها لكن أمها نبهتها وحكت لها بأن الدين الإسلامي بحثنا على النظافة والاهتمام بمنظرنا فنشمية وعدت أمها بأنها بدأت تغسل إيديها ووجهها يوميا بالماء والصابون الآن يا أول النظافة كلنا بنعرف أنه النظافة من الإيمان طبعا والنظافة يا أول المقصود فيها نظافتك الشخصية نظافة بيتك نظافة مدرستك ونظافة الشارع والحي اللي أنت ساكن فيه إذن النظافة مطلوبة في كل مكان أنت تكون موجود فيه الآن يا أول كيف أحرص على نظافة الشخصية هذه الأشياء تقريبا كلها أخذناها في مادة العلوم كيف أحرص على نظافة الشخصية أستحم دائما أيضا يا أول أرتدي ملابس نظيفة أمشيط شعري أيضا يا أول أفرشي أسناني أقلم أظافري أضع المنديلة على أنفي عند العطس إذن يا أول أحافظ على نظافة الشخصية بالاستحمام دائما أرتدي ملابس نظيفة أمشيط شعري أقلم أظافري وأضع المنديلة على أنفي إذا شعرت بالعطس طبعا في أشياء كثيرة بالدل على أنه إحنا بنحافظ على نظافتنا الآن أحافظ على نظافة بيتي كيف أول بنحافظ على نظافة بيتنا أضع ملابسي في الخزانة أساعد في ترتيب البيت وتنظيفة أرتب أغراضي وألعابي ألقي القمامة في المكان المخصص لها طيب كيف نحافظ على نظافة المدرسة أحافظ على نظافة صفي فلا ألقي الأوراق على الأرض أيضا أحافظ على نظافة ساحة المدرسة إحنا كنا بالمدرسة يا أول نطلع فرصة بهاي الفرصة كنا بنأكل فيها فبعد ما نخلص أكل شو بنعمل يا أول نأخذ الأشياء اللي أكلناه وخلصنا منها نحطها في سلة النفايات صح يا أول وحافظ على نظافة الشارع كيف يا أول بنحافظ على نظافة الشارع نلقي القمامة في المكان المخصص لها في أماكن وفي حاوية يا أول موجودة بالشارع كل أكم من متر موجود في حاوية لحتى نحط إحنا القمامة اللي نطلعها من بيتنا نحطها وين يا أول هاي الحاوية حتى لو إحنا مثلا رحنا على السوبر ماركت أو أي مكان مشترينا منه ما بيصير أكب الورق يا أول بعد ما أخلص بالأرض لازم أحطها في المكان المخصص إلها ماذا أسمي الشخص الذي يعمل على تنظيف الحي عامل النظافة أحسنتم عامل النظافة طبعا كل إنسان يا أول لازم يكون عامل نظافة ومراقب لنفسه على النظافة من خلال نظافة الشخصية أو نظافة بيته نظافة مدرسته نظافة الشارع نظافة سيارته إذن لازم نحافظ على النظافة يا أول في أي مكان لهون يا أول انتهى درسنا البسيط ويعطيكم ألف عافية